تفجير أجهزة الاتصالات هو جريمة حرب حسب القانون الدولي حتى لو كان المستهدف عناصر من حزب الله شو هي أركانها الجريمة بحسب اتفاقيات جناف وبروتوكوليتا 1- تفجير ألاف الأجهزة بين المدنيين بالبيوت والأسواق والطرقات جريمة حرب لأنه بيخرق مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين لهجوم ممنوع إلا على أهداف عسكرية وحتى بها الحالة لازم الالتزام بتقليل الأضرار الجانبية على المدنيين 2- إسرائيل فخخت أجهزة البيتجرز اللي كانت بحوزة موظفين بمؤسسات وأجهزة مدنية تاب على الحزب والأنون الدولي بيمنع استهداف الأعضاء غير المقاتلين داخل الجامعات المسلحة 3- استعمال الأجسام الملغمة والمموهة اللي ممكن يحملها أي شخص من دون ما يعرف هو جريمة حرب وهذا اللي تسبب مثلا بوفاة الطفل فاطمة جعفر عبد الله اللي كانت عم طعط البيتجر لبية 4- استهداف المقاتلين برا الجبهات وخلال تواجدهم مبيوتهم ممنوع إذا كان بيتسبب بأضرار لعيالهم أو لأشخاص محيطين فيهم وكمان ممنوع إذا صار بطريقة عشوائية ما بتتأكد من هوية المتضرين المقاتلين بدوام جزئي أو ضمن الاحتياط أو المتطوعين ممنوع استهدافهم خارج عملهم عجبها 5- إنشاء شركة وهمية واستخدامها كواجهة تجارية مدنية هو غدر صريح 6- والأنون الدولي بيمنع الغدر مثل التظاهر بوضع مدنة لكسب تقت الطرف الآخر واستهدافه موسيقى